الوحدة السابعة التوظيف بالنسبة لكثير من الناس في كندا، إيجاد وظيفة والحفاظ عليها هو وسيلة هامة لتصبح مستقلاً مالياً هناك قوانين في كندا تحمي الوظفين من المعاملة غير العادلة على أساس الجنس، العمر، العرق، الطبقة الاجتماعية، الحالة الزوجية، الأسرة، اللغة الدين الجنسية أوضاع الهجرة التوجه الجنسي والقدرة أو الإعاقة وهذا يشمل إجراء تغييرات على أماكن العمل بحيث يتمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل هناك لا يمكن لحكومة كندا ولا لمنظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرائعة لك أن تضمن لك وظيفة عند وصولك إلى كندا يستغرق العثور على وظيفة وقتاً وجهداً هناك العديد من الطرق للعثور على وظائف في كندا تحقق من مواقع التوظيف ووسائل التواصل الاجتماعي تواصل مع الأصدقاء والأقارب وأعضاء المجتمع المحلي والكفلاء قم بزيارة المنظمة الممولة من الحكومة التقي أصحاب العمل شخصياً أو احضر فعاليات تسمى معارض فرص العمل حيث يمكنك مقابلة أصحاب العمل المحتملين والتعرف على الوظائف التي لديهم فيما يلي بعض النصائح المفيدة للتغلب على التحديات في العثور على وظيفة أولاً، تذكر أن مهارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ضرورية في العثور على وظيفة في كندا إذا كنت تملك مهارات لغوية منخفضة في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية عليك القيام بعمل انتقالي وبعبارة أخرى حاول الحصول على أي وظيفة تسمح لك بممارسة اللغة إذا لم يكن لديك خبرة عمل في كندا قم بالتدرب أعمل في وظيفة قصيرة الأجل على مستوى المبتدئين في مجال عملك لاكتساب الخبرة الكندية إذا كنت غير ملم بثقافة مكان العمل في كندا سجل للحصول على برنامج تجسير وهو التدريب الذي يساعدك على اكتساب الخبرة الكندية في مجال عملك وفهم ثقافة مكان العمل أو سجل في برنامج إرشادي وهي الطريقة لمطابقتك مع مرشد في مجالك المطلوب من العمل هذا الشخص يشاركك النصائح ويربطك بالآخرين في مجال عملك الخيارات الأخرى بالنسبة لك هي الدراسة في مؤسسة كندية بتصبح مؤهلا للعمل في الوظيفة التي ترغب بها أو لبدء الأعمال التجارية الخاصة بك وتعمل لحسابك الخاص إذا كان لديك خبرة عمل أو أكملت دراسات خارج كندا وغير معترف بها تقدم بطلب للحصول على اعتراف بخبرتك الأجنبية وتعليمك قد يستغرق هذا بعض الوقت إذا لم يكن لديك شبكة معارف كبيرة من الناس الذين يمكن أن يصلك بفرصة عمل في كندا التطوع هو وسيلة لاكتساب بعض الخبرة في العمل الكندي المؤقت وغير المدفوع أثناء بناء شبكة معارفك كل مكان عمل له ثقافته الخاصة وتوقعاته من العمل إن التكيف مع ثقافة مكان العمل الجديد والوصول للتوقعات أمر مهم في الحفاظ على الوظيفة أو التقدم في الحياة المهنية أطلب من مؤسستك الممولة من الحكومة أو من برنامج الكفالة الخاصة بك أن يوصلك بالخدمات المتعلقة بالتوظيف